انفجاران متزامنان خارج محطة القطارات الرئيسية استيقظ عليهم سكان العاصمة التركية عنقرة مما اوقع عدد كبير من القتلى والجرحة وفي حصيلة مرشعة للزيادة قالت وزارة الداخلية التركية ان الانفجارين اسفر عن مقتل واصابة المئات واضافت الوزارة ان الانفجارين وقع في الوقت الذي كان فيه عدد من المواطنين يتجمعون للمشاركة في تجمع حاشد وذكر شهود ان الانفجارين وقع بفارق ثوان عن بعضهما فيما تجمع المئات للمشاركة في مسيرة سلام نظمتها نقابات وهيئات المجتمع المدني للاحتجاج على الصراع بين قوات الامن التركية والمقاتلين الاكراد في جنوب شرق تركيا وشهدت عشرون جثة على الأقل مغطات بالاعلام والمرصقات بما فيها علام حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وفي وقت عقدت الحكومة اجتماعا طارئا لبحث تداعيات التفجيرين قال مسؤولان حكوميان ان الهجوم كان ارهابيا وان السلطات تحقق حاليا في مزاعم بان الانفجارين نفذهما مفجر انتحاري ياتي هذا الهجوم قبل ثلاثة اسابيع من اجراء الانتخابات البرلمانية في وقت تتنام في المخاوف الامنية في تركيا والتي لا تأتي فقط من جنوب شرق البلاد حيث الصراع الدائر بين قوات الامن التركية والمقاتلين الاكراد ولكن ايضا من متشددي تنظيم داعش الارهابي في سوريا المجاورة وتواصل الانف بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور منذ يوليو الماضي عندما نفذت تركيا ضربات جوية على معسكرات للمقاتلين الاكراد ردا على ما قالت انه ارتفاع في وطيرة الهجمات ضد القوات الامنية وقد لقي المئات حتفهم منذ ذلك الحين فهد السيف الاخبارية